اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعاً في الصيف يكون فيه نشاطات خاصة فأحد المسؤولين أخذني في جولة على هذه النشاطات وخلال جولتنا قابلنا أحد المشرفين وكان برفقته ولد عمره تقريباً عشر أو احدى عشر سنة فكان ظاهر عليه أثار التعب والإعياء فالمسؤول سأل المشرف قال له وش قصته الولد فرد المشرف قال أنه فلان تعبان اليوم ومريض ولكنه رفض أنه يجلس في البيت ويغيب لأنه ما يبغى أي حصة تفوته من الكرسي اللي يأخذه الكرسي اللي يأخذه كان أحد كرسات مركز المواهب الوطنية اللي هو التالنت سنتر ومثل ما قال لكم أقا عمر كانوا يدرسون الأطفال والنش مبادئ الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبرمجة من خلال تصميم الروبوتات طبعاً الموقف كان مفاجئ بالنسبة لي ولد سعودي في إجازة الصيف ومريض ورغم هذا رافض أنه يغيب لأنه ما يبغى أي حصة تفوته من الكرس الانطباع السائد لدينا أنه الأطفال ما عندهم رغبة في التعلم والانطباع هذا أصبح أكثر رسوخاً في السنوات الماضية بسبب انتشار وسائل الترفيه وخاصة التقنية لكن هذا الحادث والموقف رسخ عندي قناعة أخرى أن المشكلة ليست بالتلاميذ وإنما في طريقة التعليم ومن بعد هذا الموقف أصبح عندي اهتمام خاص في مجال التعليم بالوسائل الغير التقليدية وخاصة التعليم بالترفيه ومن بعدها بدأنا في أول مشروع أو مبادرة متعلقة في هذا المجال اللي هي أكاديمية أريب طبعاً كلمة أريب قد لا تكون منتشرة بشكل كثير لكن معناتها الحاذق الذكي اللماحي فكرة الأكاديمية فكرنا فيها مباشرة في صيف 2007 فكرة الأكاديمية هي تعليم الأطفال والنشأ مهارات أساسية تعلقة بالقيادة والتخطيط والتفكير الاستراتيجي وحتى إدارة الأعمال من خلال ألعاب الفيديو بحيث أنه ندمج المتعة بالتدريب والتعليم فأول كورس قدمناه كان تقريباً في مارس 2008 والحمد لله كان قبول الطلبة للكورس هذا كبير جداً واستمرنا في تقديم الكورسات من هذه الفترة في سايتك وأيضاً بالتعاون مع موهبة في أرامكو وفي أكثر من مدرسة المبادرة الثانية المتعلقة في نفس المجال اللي هي مدرسة أريب مدرسة أريب هي عبارة عن نسخة عربية من مشروع خان أكاديمي أكاديمية خان أعتقد كثير منكم عارفين هذا المشروع لكن اللي لا يعرفه هو عبارة عن موقع فيه دروس بسيطة عشر دقائق لكل درس خاصة علوم الرغيات ومنشورة على اليوتيوب وخان أكاديمي واحدة من أنجح إن لم تكن أنجح مبادرة ومشروع تعليمي على الإنترنت عدد المشاهدات لقناتهم على اليوتيوب تجاوز الخمسين مليون مشاهدة رغم أنه كان شخص واحد اللي اشترى إليها والعرض كان بداي جدا مجرد صبوره سودة عشر دقائق يكتب ويتكلم فخطبنا خان أكاديمي طبعا هي جهة غير ربحية وأخذنا منه إذن بترجمة المحتوى وعرضه على موقع خاص اللي هو مدرسة أريب أطلقنا أول مجموعة من الدروس في تقريبا نهاية 2010 وكانت مجموعة من الدروس تقريبا عشرين والآن وصلنا إلى أكثر من 110 دروس هدفنا أننا خلال سنة أو سنة ونص نصل إلى ألف درس الألف درس رح تغطي جميع دروس العلوم والرياضيات من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي أكاديمية أريب أرجع أكاديمية أريب ومدرسة أريب وخبرتنا المسبقة في تطوير ألعاب الفيديو مبثق منها فكرة أكثر طموحاً ونعتقد أن الفكرة سيكون لها تأثير كبير إيجابي كبير خاصة على الأجيال القادمة وطبعاً في مجال التعليم الفكرة أو المشروع لماذا لا يتحكم هذا؟ كيف كده؟ أهو مبلع سلكي هو المشروعين السابقين زادت خبرتنا في ألعاب الفيديو مبثق عنها فكرة عالم أريب عالم أريب عبارة عن لعبة جماعية عبر الإنترنت عبارة عن عالم افتراضي يدخلها اللاعبين يكون فيها عملة افتراضية مساكن افتراضية شبكة اجتماعية واسلع افتراضية ومهام يقوم فيها اللاعب من خلاله بإنهاء مهمات معينة عشان يتقدم في اللعبة هذا النوع من الألعاب منتشر جداً في الغرب وأعداد اللاعبين فيه بمئات الملايين والساعات اللي يقضونها طويلة جداً لأنها تحمل بعض العناصر اللي تعلق اللاعب فيه وبالتالي يقضي فيه وقت طويل الفرق أنه عالم أريب ما الذي تحكم يا شباب بأشرلك هجر كيداً لأجي تحكم طيب لاحظة شباب خلنا نتفك أنا الذي تحكم ولا أنتم أنتم خاص بأشرلك طلاعي عينك فيه سلايدات واجد طيب برجع وراء شوية وحدة قد نام لا قد نام بعد الفارق أنه عالم أريب وهذا اللعبة الأحداث اللي فيها والمهمات مرتبطة بشكل مباشر بالمناهج التعليمية لللاعب بالتالي كل مهمة ينهيها أو كل مرحلة يقضيها يكون تعلم بعض الأساسيات المتعلقة بالمناهج الدراسية وخاصة العلوم الرياضيات على سبيل المثال ممكن نعلمه عن عالم الحيوان والأصناف أصناف الحيوانات وتفصيلاتها من خلال مهمات في المزرع ممكن نعلمه عن أنواع الصخور وطبقات الأرض خلال مهمات أو مراحل لها علاقة بالصخور والأرض ممكن نعلمه الحساب من خلال مهمة يأخذها في العمل ككاشير داخل هذا العالم أو يتعلم عن جسم الإنسان من خلال العمل كطبيب طبعاً خلال اللعبة اللاعب رح يختار مهنة معينة ويستمر فيها باللعبة وممكن يغيرها لاحقاً مثلاً ممكن يشتغل كطبيب أو كمهندس أو كحتى رجل أعمال وخلال هذا اللعب رح ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويشعر بالعلاقة بين اللي يتعلمه وبين هذه المهنة وحتى يتعلم هذا المهنة عبارة عن إيش يعني وش الأشياء اللي ممكن يمارسها هذا الموظف وقد تساعده حتى في تحديد توجهه المستقبلي طبعاً دمج الألعاب بالترفيه مش جديد لكن المهم أن اللعبة تكون ممتعة لذلك ركزنا بشكل أساسي على جانب المتعة في عالم قريب ودرسنا حتى من الناحية النفسية أسباب إدمان اللاعبين على هذه الألعاب وتعلقهم فيها وقضاء وقت طويل فكان أهم العناصر اللي وجدناها في إدمان الألعاب الفيديو حالياً التنافسية طبعاً خاصاً إذا كانت اللعبة على الإنترنت وجماعية الحوافز عبارة عن أني أحصل على شيء ولازم أشتغل زيادة وأحصل على زيادة وأتقدم العلاقات طبعاً الألعاب اللي موجودة على الإنترنت ميزتها أنه تكون علاقات بين اللاعبين وبالتالي تنشأ نوع من الشبكة الاجتماعية في هذا اللعبة تحبب اللاعب في اللعبة وتخليه يجلس أكثر والأم غماس الغماس أنك تجعل اللاعب مندمج تماماً في اللعبة منقطع عن العالم اللي حوله وبالتالي يشعر أنه فعلاً أصبح جزء من اللعبة وعشان نضع عملية الإدمان للألعاب اللي الآن موجود في كل العالم في السياق من خلال الأرقام هذه الإحصائية في أمريكا تقول أنه الأمريكي قبل بلوغه للسن 21 يكون لعب أكثر من 10.000 ساعة لعب 93% من الأمريكيين قبل سن 21 يكونون يلعبون ألعاب الفيديو أحد العضاء الفريق في تطوير عالم أريب من محبي لعبة اسمها فاين فانتس لعبة مشهورة فسألته وقلت له كم تقريباً إجمالي الساعات اللي لعبتها خلال فترة لعبك فقال أني أنا لي أربع سنوات أو خمسة ألعب اللعبة ومجموعة ساعات تجاوز 8000 ساعة طبعاً ما صدقته 8000 ساعة توازي 8 سنوات الدراسية الغريب أنه خمسين بالمئة من أحداث اللعبة مكرر يعني فيها أشياء روتينية لكن اللاعب ما عنده مانع أنه يقوم بالأعمال الروتينية هذه بغرض التقدم للأمام جمع عملة إضافية شراء أشياء إضافية أو غيره قال لي بالمناسبة أنا ترى لاعب معتدل مش مدمن يعني فما صدقته وروحت بنفسي بحث في الانترنت خلال خمس دقائق وجدت شخص له ثلاثين سنة يلعب فيديو فكان حط قائمة بالألعاب اللي لعبها ومدة اللعب اللعبة الأولى كانت لعب فيها 10,000 ساعة خلال 10 سنوات لعبة الثانية 10,000 ساعة خلال 10 سنوات أيضاً الثالثة 7,000 ساعة خلال 10 سنوات الرابعة 6,000 أربعة تلاف ألفين هذه الساعات مجموعة كان أكثر من أربعين ألف ساعة لعب أو أربعة وأربعين سنة دراسية يعني أكثر من الساعات اللي قالها أخونا اللي هي إجمالي ساعات العمل خلال حياة الإنسان اللي هي حول 30 ألف طبعاً بالإضافة إلى العناصر الأساسية في الإدمان في الألعاب أضفنا عنصر آخر يجذب اللاعب لللعبة وهو الحوافز المادية ونعتقد أن هذه الميزة فريدة من نوعها حتى على المستوى العالمي فكرة الحوافز المادية أنها تمكن ولي الأمر أنه يحدد مكافأة فعلية للطالبة واللاعب مبنية على تقدمه في اللعبة فمثلاً جاء الوالد أو البنت قال لأبوه أبغى أشتري بلاك بيري يقول لأب ما في مشكلة رح أشتري لك بلاك بيري بشريته خلاص ولكن الشرط أنك تخلص المرحلة الفلانية في عالم أريب بمجرد ما تنهي المرحلة هذه رح تجيك الهدية فاللي بيصير أنه الوالد أو البنت يجلس يلعب ساعات طويلة متواصلة وقد ينهي منهج الرياضيات لكل السنة خلال أسبوعين لأنه متحمس يبغي يحصل على الهدية هذا بالنسبة للإدمان أما جانب التعلم إلعاب الفيديو تخلق لك أو توفر لك بيئة خصبة للتعليم واستخدام أفضل وسائل التعليم لأنها مؤتمة ولأنها فيها نوع من المحاكات للعالم الواقع فممكن نستخدم عملية الربط الربط بين المفاهيم الدراسية وبين الأحداث وعلاقتها بالعالم الواقعي تصور المرئي طبعاً فيجوليزيزيشن شيء أساسي في الألعاب المحاكات أو السيميليشن الممارسة بأنك في اللعبة جهزة تتعلمها وتنفذها مباشرة وأخيراً التكرار أو المراجعة اللي ميز الأشياء الإلكترونية أنها أن تعرف بالضبط متى علمت الطالب المعلومة الفلانية وبالتالي تعرف متى أفضل وقت لمراجعة المعلومة فممكن نستخدم أساليب في عملية المراجعة تحتاج إلى وقت لو الشخص هو هيدوي مثل spaced intervals أن الشخص يراجع المعلومة بعدين بعد يوم يراجعها مرة ثانية بعدين يراجعها بعد أسبوع بعدين بعد أسبوعين وهكذا تطول المدة إلى أن تترصخ المعلومة بشكل دائم الآن عندنا الإدمان والتعلم وهدفنا وهمتنا الرئيسية في اللعبة أننا نحقق هدف أننا نجعل الطلاب مدمنين على التعلم إذا حققنا هذا الهدف نكون حققنا هدف المشروع بشكل كامل لكن الهدف أو الحلم النهائي والغاية هي أننا نرفع تصنيف السعودية في العلوم الرضيات من ذيل القائمة كما هو الحال حالياً إلى أننا نجعله في أعلى القائمة بإذن الله وسلامتكم شكراً شكراً شكراً